بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء 11 من الفصل الأول لمقرر النظم بالمعالج الضقيق في الجزء ده جماعة هنتكلم عن الفيزيز ان اكسيكيوشن الفيزيز اللي بتتم أثناء عملية الايه الاكسيكيوشن والتنفيذ للايه للميكرو بروسسور احنا كنا خدنا عنها فكرة المحاضرة اللي فاتت وهنكمل الفكرة النهاردة بشكل بدياجرام كمان وهنشرح سيمبل دياجرام للميكرو بروسسور نشوف مع بعض لو تفتكر إحنا قلنا إن فيه 3 أجزاء أساسية في السيمبل أركيتيكشور والهيكل البسيط اللي احنا خدناه للمعالج قلنا فيه بتات مراحل بتتحقق إيه هم مرحلة الفيتش وبتتمثل في الجزء الخاص بالدوكودر إيه والمجموعة الريجسترز اللي قدامك دي تتعلق بعملية الفيتش يعني إيه فيتش؟ يعني جلبه إحضار البيانات وعلى فكرة مش البيانات بس وكمان الداتا اللي تتعبر عن الأوامر جميل تنتقل من مرحلة لمرحلة أخرى الفيتش تروح لمرحلة اسمها مرحلة الدوكود والمقصود بمرحلة الدوكود هنا هي فهم فهم الأمر اللي مطلوب يعني انت عايز تعمل أد ولا صب ولا أند ولا قول ولا ما شكدا؟ آه إذن عن طريق ما يسمى إيه بقى جماعة بالكونترول يونيت والإنستراكشن دوكودر تمامي يبقى احنا قلنا إيه كم مرحلة بتتم دلوقت في المعالج فيتش والدوكود طب مرحلة الإكسيكيوت تتمثل في إيه؟ بقولك مرحلة الإكسيكيوت تتمثل في الجزء الخاص بالإيه اللي يو اللي قدامك ده تمام؟ آه بحيث إن أي إيه اللي يو بيبقى لها طرفين إيه وبي تاخد الداتا من الإيه والبي وتاخد وتعرف الأمر من الطرف اللي جاي لها من الكنترول يونيت تفهم الأمر ويضع عبارة عن إيه وبعد كده ها تبدأ تنفذ الأمر على الداتا اللي في إيهها اللي هي الإيه والبي ويخرج الأوبة الريزالتس هنا فين؟ ها في السي تمام يا جماعة؟ آه إذن دي مراحل تنفيذ العمليات اللي هي فتش ديكوت إكسيكيوت ومطالما تحققت الفتش والديكوت إكسيكيوت إذن اللي قدامي ده الماكرو بروسسر موعد نشوف مع بعض بلوك دياجرام للماكرو بروسسر بلوك دياجرام عام للماكرو بروسسسر طيب احنا اتفقنا أن المخ المفكر في الماكرو بروسسر هو مين؟ الـ شايفين؟ آه يعني ممكن نعبر عن الـ الـ بالشكل قدامك ده له طرفين 2-input 1-output تمام؟ الـ input جواخد من temp register ومن register تاني A A وكل temp register والـ A واخدين من A من data bus كان bus 8 bit internal data bus بحيث أن الـ data بتبقى جاية هنا كده قدامك تمام؟ بتروح للـ register A والـ temp يتم أخد الـ data من A والـ temp يروح عند الـ A اللي هو يحصل لهم عملية مين؟ عملية الـ A المعالجة ويتم التنفيذ طيب بالإضافة إلى موجود عندي طبعا الـ instruction decoder اللي وظفته أنه يفهم الأمر مش كده؟ آه وبتعامل ما يسمى بالـ instruction register وفي مجموعة هنا من الـ control logic تمام؟ ليه؟ ها التحكم فيه ها سير العمليات اللي بتتم في المعالج وكمان عندي الميموري مش كده؟ آه وهنا عندي بقى هنا الميموري address register اللي بيحدد الأدرس بس هياخد ايه؟ كام بيت وهيروح من ايه؟ والده أدرس هيروح فين؟ والعنوان بتاعي الذاكرة لناخد منه البيانات يبقى إذن simple architecture لمين؟ لهيكل عام يحتوي على ها memory مش كده؟ input output يحتوي كمان على ايه؟ ايه اليوب؟ مخ بيفكر وبينفذ ومجموعة من registers المساعدة التي تساعد البرستسر في اتمام وظفته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة